اشتركوا في القناة ان تحوز هذه الحلقة على اعجابكم فضلا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات الواقع ان ما قيل عما فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في انه هال التراب على رؤوس الكفار وقت ان اغشاهم الله سبحانه وتعالى لم يؤكد بشكل تام في القرآن الكريم ولكن في حلقة اليوم سنثبت لكم انه فعلها من واقع اقوال ائمة الفقهاء وكبار المفسرين فهيا بنا عزيز المشاهدة نتعرف على معجزة مخققة قال ابن القيم في زاد المعادة وامر عليا ان يبيت في مضجعه تلك الليلة واجتمع اولئك النفر من قريش يتطلعون في صبر الباب ويرصدونه ويرددون بياته ويأتمرون ايهم يكون اشقاها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو قول الله تعالى وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصُرُونَ ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت ابي بكر فخرج من خوخة في دار ابي بكر ليلا وجاء رجل ورأى القوم ببابه فقال ما تنتظرون قالوا محمد قال خبتم وخسرتم قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب قالوا والله ما أبصرناه وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنظر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدية وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به وقد قال الشيخ شعيب الأرنعوطي على ذر الرسول صلى الله عليه وسلم التراب على رؤوس المشركين ليلة الهجرة بقوله إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن في يحيى بن سليم كلاما يحطه عن رتبة الصحيح قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضية قال لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال وهم على بابه إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبحا ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها قال وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال أنا أقول ذلك أنت أحدهم وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنها فلا يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من ياسين قال تعالى يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة الكبر وعذاب الكبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما مقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب يا من ليس له رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا تكرمه وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا يا رب بين يديك لا تخزينا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا يا رب اجعل في عظمنا نورا وفي لحمنا نورا وفي أنفسنا نورا وفي آبائنا نورا وفي آبائنا نورا وفي أمهاتنا نورا وفي أزواجنا وزوجاتنا نورا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبكونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا عليك توكلنا، وإليك أنا بنا، وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم آمين اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد كلمتهم، اللهم وحد راية الإسلام، ورد كيد الكافرين اللهم كن عونا لكل من قال لا إله إلا الله، اللهم آمين عزيزي المشاهدة، أترك إعجابك بالفيديو، وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة، وتلك الموجودة في وصف الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا